اشتركوا في القناة خاصة التعاون الاقتصادي والذي سيمكن اسرائيل من املاء شروطها على الاردن بما سيشكل خطرا على مستقبل الاقتصاد الاردني حسب تعبيرهم كما طالبوا بالغاء اتفاقية وادي عربة ورفعوا عدة شعارة منها صفقة الغاز مع الصهينة خيانة لدماء الشهداء وفي الكرك نظم الحرك الشعبي في منطقة المزار وقفة احتجاجية في باحة مسجد جعفر بن ابي طالب انتقدوا فيها مشروع الحكومة باخذ الغاز من اسرائيل حيث اكد المشاركون على ان هذه الخطوة تعتبر نوعا من انواع الاحتلال كما اكد الحراك على رفضه لتدخل القوات المسلحة في دول العالم وفي مناطق النزاعات وفي بلدة مؤتة نظم احراروا لوائعي وحراك مؤتة وقفة احتجاجية امام المسجد الكبير وسط البلدة التي احتج فيها المشاركون على استشهاد الجندي الاردني في البحرين حيث اكدوا بان على الحكومة انتضع مصلحة المواطن والجندي الاردني في سلم اولوياتها وفي الطفيلة ايضا خرجت مسيرات من افراد حراك الطفيلة معبرين عن رفضهم لتوقيع الاردن اتفاقية الغاز مع العدو الاسرائيلي شكلت اتفاقية الغاز المركزية الاولى لرفض المشاركين بالمسيرات في مختلف المحافظات لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني لتبقى المسيرات مستمرة ومتوالية اسبوعا بعد الاخر وليبقى المتظاهرون يصرخون رافضين الفكرة كليا حافظ ابو صبرى رؤيا